هيا يا أطفال هيا نمتيا قم بحصتنا تنسح وتهنيج ودوما تسلينا طبيقة كثوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عم ياسي أربع ذلك والشاطر يعطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومات وبها نور العب عم ياسي تعالوا هلموا إلينا ضموا عم ياسي شكراً فسأل خير يا أطفال شكراً أراكم هايلين هذا الزيت التقليدي وهذا الماكياج برافو برافو مرحبا بكم يا أطفال شكول اللي يكلمناه في الهاتف بجا حضر في الحصة شكول اللي يكلمناه في الهاتف مرحبا بكم إذاً توم كذلك يا أطفال يراكم تشاهدوا فينا بإمكانكم جو تحضروا معنا كما هذي أطفال وتفعروا معنا بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل معليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد بون كوم تضغط على زرار شارك في حصاتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذاً يا أطفال لما تشاركوا معنا نطلبوا منكم حاجة واحدة بركة يا صبر قليلا لأن التسجيلات فاقت عشرين ألف وهذا الشيء راجع لحبكم لحسة عمويازيد والنجاح الذي وصلت له بفضلكم إذاً سنستاذفكم كامل معنا وسوف يرون الهاتف عندكم إن شاء الله بربيه لكي نستاذفكم يا أطفال في هذه الفترة نصعدنا يوم عالمي مهم مهم جداً هو اليوم العالمي للربو أجلني انترنسيونال لاصم كين أطفال بثاف لديهم لاصم يمكن تعرفوا لاصم هو يكون عندك صعوبة في تنفس وكامل إذاً توقفوا في هذا اليوم لكي نحسوا الناس لهذا المرض هذا وخاصة الأطفال لأنه كين أطفال بثاف مصابين بهذا المرض هذا وثاني كين يوم عالمي في هذه الفترة هو اليوم العالمي اللي التلوين تحبو الألوان تحبو الألوان أني نشوف باللي عندكم مقاعركم ملونين وكين تحبو الألوان وكين أطفالهم يرسموا ثاني يا أخي دونا رسومات جميلة ننسنوا فيهم إذا أنا أقول لكم باللي قبل ما نبدأوا أي فقرات دائما نبدأوا بفقرة اللغز دائما نطرح عليكم اللغز عليكم وعلى أصدقائنا اللي رام يشاهدوا فينا لأنه بإمكانهم لمشاركة في الجواب على اللغز بهذا الطريق إذا حبيت الجواب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار جواب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجواب على اللغز حد سعيد لغز اليوم يقول أدخلوا دائما الأولى وأخرجوا دائما الأخيرة من أنا؟ تدخل دائما الأولى وتخرج هي دائما الأخيرة من تكون يا تورا؟ ما عليك أنتم مشاطرين فكروا إلى غاية نهاية الحصة قبل أن نذهب إلى هذا الشيء قبل هذا عندنا اليوم بحثة درتنا بحثة عن شخصية مهمة جزائرية وهي بن عبد المالك رمضان إذن تصفيقها تصفيقها الباحثة اليوم نتكلم لكم على شهيد بن عبد المالك رمضان ولد من عبد المالك رمضان في قسنطينا في مارس 1928 الميلادي الموافق لرمضان 1346 هجري وزول لدراسته الإبتدائية والمتوسطة فيها قبل أن ينتحق بخلايا حزب الشعب الجزائري السرية في نهاية الحرب العالمية الثانية انضم بعد بن عبد المالك رمضان إلى المنظمة الخاصة عام 1948 وأدى دوراً نشيطاً فيها وبعد اكتشاف السلطات الاستعمارية لوجود هذا التنظيم وتفكيكه وقبل أن ينادر من أجل وفذة حزب حركة الانتصال الحرية الديمقراطية شرك بن عبد المالك رمضان في اجتماع ٢٢٢٠ ٩٩٤ ميلادي الذي أعتبره الوطنيون أول خطوة في طريق نحو التورة على النظام الاستعماري عن طريق العمل المسلح عيون مساعداً للعربي بن مهيدي قائد منطقة الوهانية الذي كلفه بإشراف على تحضير المكثف لأفواج المجاهدين في منطقة مستغانم وتدريبهم على السلاح والخطط القتالية تحسب ان اندلاع التورة في يوم ١١١٩٤ ميلادي قاض عبد المالك الهجومات المسلحة على المقار قيادة الدارك البكساني سيدي علي حالياً بمنطقة مستغانم مما أدى إلى مقتل أحد الفرنسيين وعلى مزارع الكونون في منطقة بوسكي أنا مدعن بن عبد المالك وكذا تخريب محول كهربائي كبير في وليس توفي بن عبد المالك عمداً في ١١١١٤ الموافق ٨١٤ رابيع الأول ١٣٧٤ بالقرب من سيدي علي خلال اشتباك بين مجموعاتين وقوات احتلال وبذلك يكونوا أول قائد عسكري للتورا ويسقطوا في ميدان المعركة وقد أعطي اسمه لبلدية التي دعوا فيها في أرضها شكراً 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 أن هذه الحكاية عن نملة هذه عم ويزيد غنىها لكم اليوم إذن تغنوا معايا كامل النملة يقي قال لها الإنسان كلا هذا حق لي وأنا أولى عود لا أهلا ولا سهلا قالت تطردني أولى أجمع من رزق المولى كي ألقاه غدا سهلا قال لها هذا ثمري أوراقي زهري شجري من أجله طال سهري قالت تطردني أولى أجمع من رزق المولى كي ألقاه غدا سهلا قال لها هذا ثمري أوراقي زهري شجري من أجله طال سهري كانت نملة تقصد حقلا تمضي إليه تطلب أكل قال لها الإنسان كلا هذا حق لي وأنا أولى عود لا أهلا ولا سهلا عود لا أهلا ولا سهلا قالت ويحك يا إنسان ربي أحياها المنان وحده من يحيي الأقصار فلما صارت شردا ربي لم يسقيها الماء أين أمطار السماء قالت ويحك يا إنسان ربي أحياها المنان وحده من يحيي الأقصار فلما صارت شردا ربي لم يسقيها الماء أين أمطار السماء كانت نملة تقصد حقلا تمضي إليه تطلب أكل قال لها الإنسان كلا هذا حق لي وأنا أولى عود لا أهلا ولا سهلا عود لا أهلا ولا سهلا ظل يبكي في ندمي هو الشيطان في دمي أنساني شكرا نعمي قالت أنت يا إنسان لا تسمع كيد الشيطان واشكرها نعم الرحمن ظل يبكي في ندمي هو الشيطان في دمي أنساني شكرا نعمي قالت أنت يا إنسان لا تسمع كيد الشيطان واشكرها نعم الرحمن كانت نملة تقصد حقلا تمضي إليه تطلب أكل قال لها الإنسان كلا هذا حق لي وأنا أولى عود لا أهلا ولا سهلا عود لا أهلا ولا سهلا قال طمعي أعماني وكذا خوفي أنساني أن أفقده بستاني قالت لا تخشى رسقا تتعب من أجله تشقا لا دعم الله أبقى على طمعي أعماني وكذا خوفي أنساني أن أفقده بستاني قالت لا تخشى رسقا تتعب من أجله تشقا ما دعم الله أبقى يعنت نملة تقصد حقلا تمضي إليه تطلب أكل قال لها الإنسان كلا هذا حق لي وأنا أولى عود لا أهلا ولا سهلا عود لا أهلا ولا سهلا برافو برافو عجبتكم القصة والأغنية يا أطفال إذن ما لازمش نقهروا الناس لما يجيوا يسألوا يطلبوا حسنة ولا يطلبوا أي شيء يا أخي دركال حقنا لوحد الفقرة أنا نحبها بزاف هادي الفقرة هادي مشي الجواب ما قدوك اللي حقوا الجواب على اللغس هادي الفقرة هادي راح نقعد وانتو موجود تحكولي النوكة تنتعكم شكولي عندو نكتا شكولي عندو شكولي عندو شكولي عندو نكتا هايلا أروحي بنتي انتيا تعالي تعالي بنتي أقعدي تفضلي واسمك نادا نادا وين تشكني نادا في بئر خادم بئر خادم حكينا نكتاتا أقول لك واحد الخطرة واحد النقطة عرضتني نقاطي جد الفاصيلة قلت لها لا لا انتي ما تدخليش قلت لها الفاصيلة بوها عليك راني طالقش عاري برافو هرواحي بنتي انتيا هرواحي هرواحي تفضلي بنتي قي الهم اسمك نور نور أحكينا نور نقطتك واحد معلم قال التلامي قال التلامي درسم لي طيارة ومبدأت كم جزال يوم رسمون طيارة واحد درسم له نقطة قالوا عليه درسم لهذه النقطة قالوا طيارة طيارة من البعيد آه 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 برابو برابو أروحي أنت يا ابن تيت تعالي أروحي الشابة وسمك منتي لوبنا لوبنا حكينا أنه في تعالي كلبنا كان واحد المعلم رسم في صبورة رسم لهم في صبورة بقرة بيضاء قال قالهم اشتاطينا هذا البقرة قالهم قالوا له تطين الحليب رسم لهم طيارة قهوية قالهم اشتاطينا قالوا قالوا له تطين القهوة آه ماهشا برابو براحي بنتي هرواحي هرواحي بنت فضلي واسم منتي باسمني دعاء دعاء عكينا نقطتاك دعاء قالوا لها أولادها نديك العمرات صحنا تكذباش قتلوا ايه كيف وصلت لت أمك؟ قالوا لها وصلت لها في طيارة وصلت في طيارة ايما قال قتلهم ما كينوالو حبس الطيارة خرجنا ندفعوها بابا روح انت يا بنتي تعالي تعالي روح وقعد في المخدرة هذي كل هكذا أقعد هنا أبجاليد أقعد هنا قعد في المخدرة هذي الخدرة لا برابو واسمك بنتي؟ أسمى أسمى الله يبارك حكي لنا نفتتعك كان واحد طفل يأكل في لوبيا في اليسرى قتلوا يماها وما تكوش في اليسرى ولا يأكل معك الشيطان قالوا يأكل معي الشيطان هو يخلي ستاك والحمي يأكل معي لبيا برابو 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 واسمك؟ بوراش محمد المهدي من جيت محمد؟ من اللعوينات ويلة يتبسى من اللعوينات ويلة يتبسى الله يبارك الله يبارك وش هو هذا؟ وش هو؟ هدي 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 يلي من؟ العمو يزيد برافو 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 شيء جميل جدا جميل جدا جميل جدا جيتوا من اللعوينات مدينة تبسى على البركة العمو يزيد يحب بزاف مدينة تبسى ويعرفها مليح كنت نجيلها زرتها في عدة عدة مناسبات جمهور هائل لمرورهم تحية مدينة العوينات وقع ويلة يتبسى احكينا النقطة تعالى يا زيزة رشالتة داخلتان وجاعدين تم المرأة جال بحث في صحيبه جاله هما ذم لي خسروا فينا من البيلاء جالي راه راح شوفهم وجوف صحيبه جالي للي حبس حبسه وجاي وجالنا واحد كيت حرك عن بلو حضره وجاي قاله داكور داكور برافو برافو لا خليك ولدي لا خليك ولدي وعد هنا في هذا المكان شكون اللي زوج اخوة شكون اروح اروح مع اختك تعال وراه الاختعك اروحي وش حبيته حبيته اقعدو احكونا اقعدو احكم من بيكرو قاد يماخوك احكم من بيكرو قلنا واسمك محمد يا الله حكينا النقطة كانت واحد العجوزة راح لطبيب قلت له عندي الماء في الجونو وعندي القاس في المعدة قالها الدخلية تريسيتي والسكنة برافو برافو وانتي اسمك؟ شحاب وانتي اسمك قال لك قال لك وحد المشحاء خلوا مصمار في الجلو راح لطبيب بشي نحيها له قالوا طبيب ميتين الف نحيها لك قالوا ما قالوا ما لا قالوا ما لا قالوا عوجه وغلا يلا يا أطفال الحقنا درك الركمل الجواب عن اللغز اللغز اليوم يقول أدخلوا دائما الأول وأخرجوا دائما الأخير أشأت آخر إذن المفتاح مميز عندك سيدي ألبوم مدرستي خاص بالأطفال عندك قبعة عم ويزيد تحميك من أشيعة الشمس وعندك هدية من عم فؤاد علبة فيها ألعاب خفة في نهاية الحصة رايح يوريلك كيفاش تستمتعي بها يالله مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك الحقنا دركار روكن عيد الميلاد اليوم عندنا عيد ميلاد أحلام ودانيا أصدقائنا رايح يروحوا يجيبونا القاتون تحم واحنا نغنوا لهم عيد ميلادك سعيد يلا هيا عيد ميلادك أحد العيد ربك تبلك عمر جديد الله يبرد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبرد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد من قربي ديك نتمنى صحة وسعادة وهانة شرع يا ربي لم يغسانة وتعيش أيامها أخرى شرع يا ربي لم يغسانة وتعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بانات يلا نطير فالونا بس أنا مراح غني نفراح ونعشوا أحلى الأوقات بس أنا مراح غني نفراح ونعشوا أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا سيدناها للا حروايا محلاها بابا وما يدعولوه واسحابه ويبرقولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو اذا ثمانية سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة زوج واحد سنة برافو 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 اذا كامل كجو خارجين دركاء قاع شهدت عكم وينتظروا فيكم يا اخي باش تاخدوهم ذكرى من عمو يزيد يا اخي عفو عفو وليدي اذا انا ثم قطعونا القاتو وانا مبقى لي ايلا نقولكم ابقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل على الخمسة العشرية نهار ثلاثة على الشوروك تيفي يا اطفال نحبكم سلام لا تحزن وحن الودع يا اصدقاء كل الاياب في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد